العلوم ساينس ها هو المختبر يا فاطمة رائع ما دمت بصحبتك أريد أن أجرب جميع هذه الأدوات فأنا أريد أن أصبح علمة متميزة حسناً ولكن اخبريني أولاً ما الفرع الذي تتمنين أن تصبح علمة به عن أي فروح تتحدث هل للعلوم فروح؟ بالطبع يا فاطمة حسناً أخبرني ما هي فروح العلوم تقسم العلوم يا فاطمة إلى ثلاثة فروع وهي علم الحياة والبيئة وعلم الأرض والفضاء والعلوم الطبيعية وهل كل علم من هذه العلوم يختص بشيء معين؟ بالطبع وسأوضح لك الأمر أولاً علم الحياة والبيئة يهتم علم الحياة والبيئة بدراسة أصل الحياة وتاريخها والمخلوقات الحية والعمليات الحيوية التي تقوم بها وكيفية التفاعل بينها ويتم ذلك من خلال الإجابة على أسئلة كثيرة تثير الأذان مثل ماذا؟ مثال كيف تمنع اللقاحات إصابتنا بالأمراض؟ ما هي البيئات المختلفة التي تعيش بها الكائنات الحية؟ وما هي العلاقة القوية التي تربط هذه المخلوقات ببعضها؟ إنه فرع جميل جداً يا سالم أريد أن أتخصص به هل هذا قرارك النهائي؟ أم تريدين أن تتعرفي على الفروع الأخرى؟ حسناً دعني أتعرف على الفروع الأخرى قبل أن أقرر حسناً ثانياً علم الأرض والفضاء علم الأرض والفضاء؟ وبما يهتم هذا الفرع؟ هذا الفرع من العلوم يهتم بدراسة أنظمة الأرض والفضاء والأشياء غير الحية مثل ماذا؟ مثل الصخور والتربة والغيوم والأنهار والتقس والمناخ والنجوم والكواكب وتضاريس الكواكب واحتمال وجود الماء فيها كما يختص علماء الأرض بدراسة تضاريس الأرض وعمل خرائط لها وفي هذا الفرع من العلوم يهتم علماء الأرض أيضاً بدراسة كيفية حدوث الزلازل والبراكين والمتغيرات المرتبطة بها حسناً سأختار أن أتخصص في هذا الفرع من العلوم انتظر يا فاطمة ولا تتعجلي ما زال هناك فرع آخر يجب عليك معرفته حتى تتخذ القرار السليم حسناً أخبرني به ثالثاً العلوم الطبيعية وهي العلوم التي تهتم بدراسة المادة والطاقة وما هي المادة والطاقة؟ وهل هناك فرق بينهما؟ نعم يا فاطمة هناك فرق بينهما فالمادة هي أي شيء يشغل حيزاً وله كتلة أما الطاقة فهي القدرة على إحداث تغيير في المادة وتقسم العلوم الطبيعية إلى فرعين رئيسيين هما علم الكيمياء وعلم الفيزياء حيث يهتم علم الكيمياء بدراسة المادة وتفاعلاتها أما علم الفيزياء فيهتم بدراسة الطاقة وقدرتها على تغيير المادة أخبريني يا فاطمة هل عرفت الفرع الذي تريدين أن تصبح علمة فيه؟ دعني أفكر قليلاً حسناً ولكن سألخص لك ما تعلمناه اليوم حتى تتمكن من اتخاذ القرار السليم تنقسم العلوم إلى ثلاثة فروع وهي علم الحياة والبيئة وهو العلم الذي يهتم بدراسة المخلوقات الحية وطرق ارتباطها معاً علم الأرض والفضاء وهو العلم الذي يختص بدراسة الأرض والفضاء أما العلوم الطبيعية فهي العلوم التي تهتم بدراسة المادة والطاقة ترجمة نانسي قنقر